وتعالوا نشوف أول سؤال تلقنا على صفحتنا من حساب نهال بتولي السلام عليكم حضرتك ذكرت أن ندعو نناجي ربنا كل صلاة وقد سمعت أنه الدعاء والمناجاة في ختام الصلاة بعد التشاهد وقبل السلام فهل هذا صحيح أم بعد ختام الصلاة وأذكرها ثم المناجاة جزاكم الله خير في هناك أذكر من مأسورات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بندكرها في الصلاة كالتعوز من عذاب القبر والتعوز من الفتنة مساء الدجال والتعوز من فتنة المحيا والممات دي حاجات وردت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي حضرتك قلت عليها اللي هو بعد التشاهد وقبل السلام لكن اللي احنا بنتكلم عليه ده خلوة الحياة إن الواحد يتعود أنه بعد كل صلاة يقول لي بعض الدقائق في خلوة مع الله يناجي يكلم الله سبحانه وتعالى وده يكون بعد الصلاة نعم لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إن ما بعد الصلاة موطن من مواطن الذكر لأنه علم سيدنا معاذ فقال له إني لأحبك يا معاذ فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي خطاب اللهم يعني وكأنه يقول يا الله يبقى إذن هذا الوقت وقت ذكر ومناجاه فنناجي الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة يبقى صحيح إن المناجاه يكون مكانها بعد الصلاة وخاصة لأننا الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس حتى لأنني إذا أردت إن أنا أناجي الله سبحانه وتعالى فأكلمه من كلام الناس فأقول له زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن أنا أقول له يا رب أنت شايف حالي وشايف اللي جرالي وأدعوك أن أنت تصلح حالي وتذهب عني كل آثامي وأن ترفع عني زلاتي الكلام ده كله موطن المناجاه ومكانه الأفضل هو ما بعد الصلاة يبقى بعد الصلاة مكان هذه المناجاه